السلام عليكم حبايا بقلبي عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسلامة. النهاردة بقى حبايا بقلبي هنخزم مع بعض الارنبيت كده في الفريزر. هي هدمعنا فترة كبيرة جدا من غير ما يميت من غير ما يتهري. طريقة بصي مزبوطة مليون في المية هتطلعي تعملها كده اهم حاجة هتجيب الظهرة بتاعتك كده هتشتفى كويس جدا وهتوضبها التوضيب اللي انت شايفها ده هتوسط كده. ولو كبير اوي ولا صغرنا اوي. وهنبدأ بقى نحطهم في بولة كبيرة كده او في اي حاجة كده كبيرة زي ما انت شايفها. تاخد بس الكمية اللي انت هتعملية اللي انت هتخزينيها. اول حاجة نحط عليهم كده ايه? معلقة كبيرة من الملح كده هترشيها عليهم كده. وعندي بقى مية مغلية في الكاتل. مش هنغليهم على البتوغاز نص سلقة ولا الكلام ده ممكن يتهري منك. بص في ثانية كده على المية المغلية على درجة الحرهوة على النار كده. في ثانية كده بتلاقي ممكن ايه? يتهري منك شوية فهتحط في الفرزة اللي هتير اكتر. فاسهل طريقة واضمن طريقة انت هتحطي كده وهتغلي مية في الكاتل. وهتحطيها علي كده لحاجة ما تغطي كله كامل زي ما انت شايفها. وهتحاول كده بمعلقة لبقى اي حاجة تنزل زهرات الارنبيت كده تحت في المية. تحاول بقدر الامكان ان كل زهرات الارنبيت تبقى متغطيها بالمية بتاعتك. وهتبدأ اي حاجة خالص. بل بالعكس ده طريقة مضمونة. عشان ما يتهريش منك قعد بتجاز غلوة زيادة كده ينزل نية قوي. فدي اضمن طريقة لي. كده حبيبي بعد ما المية بردت تماما في الارنبيت بتاعي زي ما انتم شايفين مية بردت خالص. هابدأ دلوقتي اصفيهم كويس جدا واعبهم في الكاس اللي هتحفظوهم فيها في الفريزة. بس اما حاجة تصفي المية منهم كويس. اصفيهم انا بقى وارجع لكم. كده حبيبي بعد ما صفيتهم كويس جدا من المية. وعبيتهم هم صراحة كانوا ارنبتين زهرتين صغرنانين كده شوية. مش كبار ولا صغرنانين او يعني وسط فعملتهم كده وعبيتهم على كسين زي ما انتم شايفين واهم شي زي ما قلتلك تصفي المية منهم كويس جدا. لان المية ديت هي اللي هتخليه يعمل تلج بسرعة وهبص هتهريه. هو التلج ده اللي بيهري الحاجة. فهم شيء اي حاجة تخزينها في الفريزة اللي لازم بتصفيها كويس جدا من المية. بس كده حبيبي هنحطه بقى في الفريزة بس ساعة الاستخدام بقى مسلا قعد معاك شعورين تلاتة في الفريزة هتيجي تطلعي ما تقلقش طبعا هو الحاجة اللي ما تحط في الفريزة بصي التلج بيسويها شوية. يعني احنا حطينه نص سوى ما تقلقش لما تجي تطلعيه وتستخدميه مش هيحتاج النوع السلق تاني هو خلاص كده هتطلعها تلاقي زي المسلوق مزبوط كده لان التلج بيهري الحاجة شوية. هتتعاملي معا خالص اكنك بصي لسه سلقها حيلا ما تقلقش خالص من اي حاجة. هتطلعي تسيبه فكه لو مسلا لو هتقليه هتعمل له الخلطة الجميلة اللي احنا عملناها قبل كده وعملتها معكم على القناة مرة. فهعطيه لكم برضو اللينك بتاع في صندوق الوصف اللي حابب يشوفها. وهتحطي في الخلطة كده وهتقليه وكده خلاص اتعاملي معا معاملة طبيعية جدا وهيبقى كويس وطعمه جميل وطازة لكنك عاملة فريش ويعجبك بازن الله. وكده حبابي اكون خلصت معاكم الفيديو بتاع النهاردة بتاع تخزين الارنبيوت هتمنى حبابي تكون عجبتكم ونالة رضاكم. والفيديو كان خفيف كده على قلبكم. لو عجبكم بقى الفيديو حبابي ما تنسوشوا اللايك عليه. وتشيروه عشان ان كل يستفيد. ولأول مرة تشوفوا قناتي هتمنى تشتركوا فيها وتفعالوا زر الجرس. عشان اي فيديو بديد انزله ان شاء الله يصلكم مشاعر بي وتقدروا تشاهدوا وتتابعوني. فتح حبابي السلام ختام. ضمتم في رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.